ترجمة نانسي قنقر بسم الله ونبدي بطريقة العمل أول خطوة نسويها نحضر العجينة ومحبيت أرجع أعيدكم إياها لأن أكيد حفظتوها العجينة اللي دائما نسويها باللبن اللي ترهم لكافة أنواع الفطائر وترهم للبيتزا رح أخلي لكم الرابط من طريقة إعدادها في صندوق الوصف ومثبت في أول تعليق إذا حبيتوا ترجعون وشوفوها محبيت أعيدها حتى الفيديو ما يصير ممل بعد أن اختمرت أدنى العجينة رح نبدي نحضر الحشوة هنا عندي في خلاط كهربائي ضفت مجموعة من الخضروات في الفلطماطا وبصل رح أضيف عليها شوية من التوابل أوريغانو سبع مهارات مشكلة بابريكا ملح وفص واحد من الثوم رح أضيف أيضا ما يقارب ملعقة طعام كبيرة من دبس الرمان رح أضيف أيضا ملعقة طعام من زيت الزيتون وزيت الزيتون نضيفه فقط من يكون اللحم اللي رح نستخدمه موديهين فإذا اللحم اللي لا تستخدموا دهين ما يحتاج الضيفون زيت الزيتون رح أضيف أيضا ملعقة كوب مليانة من معجون الطماطئ ورح أحضر كمية من اللحم بهذا الشكل هذا لاحظوا لازم كمية الخضروات أكثر من كمية اللحم هسا شنو رح نسوي رح نشغل الخلاط نهرس الخضروات ويبقية المكونات اللي حطيناها بعدين نوقف الخلاط ونضيف اللحم ونرجع نشغل الخلاط إلى أن تنهرس كل المكونات وصير الحشوة ويانة بهذا الشكل هذا يعني لنضيفون اللحم رأسا نوي الخضروات وتشغلون الخلاط لا أول شي نهرس الخضروات يلا نضيف اللحم ونخلطها بعديا مع بعضها بعد أن صارت عندنا الحشوة جاهزة والعجينة أيضا جاهزة رح نبدي هسا بالتشكيل عندي هنا قطعتين كبار من العجين فتحتها بهذا الشكل هذا شكل بيضة وكبير وخليتها في قالب الشوي والقالب خليت به ورقة زبدة بعدين بديت أثقب قطعة العجين بهذا الشكل هذا اللي ده شوفوا باستخدام الشوكة رح نبدي هسا نوزع الحشوة ولازم من نوزع الحشوة تكون طبقة الحشوة جدا خفيفة أو رقيقة وتكون على كبر قطعة العجين قد تسألوني هل ممكن أن الحشوة ويانة ما تستوي أو شلون يعني هاي الحشوة غير مطبوخة أخاف وأخاف وأخاف يعني كثير دائما تسألوني تسؤال صدقوني كلش طيبة ورح تستوي وياكم وتطلع مثل الورد أهم شي تكون طبقة اللحم خفيفة حتى تستوي وياكم بسرعة هسا كملت هاي القطعتين إذا تحبون تبقوها سادة أو تحبون تخلون وياها شوية من الخضروات أو الزيتون أو ترشون عليها جبن حسب رغبتكم هاي الخيارات حسب ذوق العائلة بعد أن نكمل تشكيل القطع به الشكل هذا رح ندخل القالب إلى فرن محمي مسبقا على درجة حرارة 180 نشوي أول شي من الأسفل إلى أن تشقر عندنا القطع بعدين نطفي الشواية السفلية ونفتح الشواية العلوية إلى أن يستوي ويانا ويصير به الشكل الروعة هذا القالب ضروري تخلوه بالرف الوسطي حتى اللحم إلى حق يستوي وياكم قبل ما تحترق القطع هذا كان شكل القطع مالتنا بعد أن طلعتها من الفرن طبعا ريحتها وطعمها تخبل كنا صايمين وسويتها للفطور سهمكم العافية ندي عينالكم يا ربي بالخير والصحة والسلامة إن شاء الله تجربوها وتأكلوها ويا أحبابكم بألف صحة وعافية شوفوا شكلها الشون حلو شوفوها الشون طرية تلوقي لحلقكم إن شاء الله تجربوها ولا تنسوني بدعواتكم الحلوة هذا كل ما كان عندنا اليوم يارب يكون الفيديو عجبكم إذا حبيتوا لا تنسون تخلولي لايك وتشاركون الفيديو بين الأصدقاء وإذا بعدكم ما مشتركين بالقناة اضغطوا زر الاشتراك وفعلوا الجرس حتى توصلكم إشعارات في كل مرة أنزل بيها فيديو جديد شكرا للمتابعة وإلى اللقاء